عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطل لاجتماع الدورية مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية وخلال الاجتماع استعرض الوزير الموقف التنفيذية للخطط الاستثمارية للعام المالي الحالي وكذلك الخطوط العريضة لمقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم والتأكيد على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة بهدف مجابعة التحديات المائية المختلفة وبما يحقق تحسين إرادة إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر